خلونا أقول لحضراتكم خبر يمكن عاجل بشكل أو بآخر له علاقة بالوضع الحالي وله علاقة بالأجازات تحديدا للطلاب استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهود التي تخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الأيام الماضية لتطبيق التعليم عن بعد وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق دراسة حماية لأبنائنا الطلاب قال الدكتور طارق شوقي في رسالة مصورة في فيديو اليوم أن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق التعلم عن بعد والتي استثمرت الوزارة فيها على مدار السنوات الماضية وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليا من تدعيات انتشار فيروس كورونا أضاف شوقي أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة لصفوف بداية من رياض الأطفال كي جي وصولا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط www.study.ekb.eg وأكيداً وفروا لحضراتكم تابع أن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية فضلاً عن استخدام الوسائط المتعددة زي الفيديو والصور والأفلام الوثائقية لشرح الدروس المختلفة فضلاً عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام وكتب موسوعة الفراشة كما يوجد أيضاً محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد 2.0 واستدرت أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق مشيراً إلى أن الوزارة وفرت أيضاً بديل آخر وهو القنوات التعليمية واللي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون أوضح الوزير أيضاً أنه تم توفير منصة إلكترونية لتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أونلاين وذلك عن طريق الرابط www.admodo.org وأكيد برضو نوفر لحضراتكم هذا اللينك وواصل أنه الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوز التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل حيث سيتلقى الطلاب من المعلمين في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل لفتراضي أونلاين الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2 والصفين الأول وثاني الابتدائي حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب وأن طالب أولياء الأمور بتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي سنوات النقل لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث أو مشروع لكل مادة على المنصة الإلكترونية وسيكون متاحا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث أو المشروع في وقت مدته شهرين من اليوم بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية هيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة الصفين الأول وثاني أثانوي هيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي اللي هو بدون درجات والذي كان مقرر عقده يوم 22 مارس الجاري ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020 يؤدي الطلاب من المنزل كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضا وده كمان بدون درجات للصف التاني الثانوي في نفس التوقيت كابروفا أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول وثاني ثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب أما طلاب الخدمات بالصفين الأول وثاني ثانوي تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيا طلاب المنازل بالصفين الأول وثاني ثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات البحث مثل الطلبة في سنوات النقل اللي هم الإعدادي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الصفين الأول وثاني ثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات أو البحث زي طلبة سنوات النقل أو الإعدادي طلاب المصريين في الخارج سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات أو البحث وعدم إجراء امتحانات وده نظرا لظروف الدول المقيمين بها في نهاية كلمة الوزير أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتلحث في أجزاء من المنهج مطالبا أولياء الأمور وأبناء الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج اللي بتبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر وده حفاظا على أبناءنا الطلاب